ماذا تتعاملت مع أسما؟ هادوية تتعاملت مع أسما كانت في المغرب وحتى في دبي وجميلة في دبي وهنايا بعض المرات وكان ندير معه بزاف ديال الإزان فلانسر بزاف ديال الناس يعني ماشي غير فنانات هو في اللول شوفي شغته مع أسما لأن الفنانات يكون دايز عليهم بزاف ديال خبرات جميلة مثل الميك أب آرتست اللي كيبغيوا يدرون لهم الماكياج وكان في اللول نتيجة كتكون إما كتأجبا إما كتأجبا إما كتأجبا إذا فبصراحة يعني أسما كان في اللول كانت تشوفني أنا مزارة صغيرة أو ديالك شي فكانت تحسي بيها كتحسي أنا كنت شوم ترددها ولكن من بعد فجرت لها الميك أب والحمد لله أنا تصور يعني اللي الماكياج جالي اللي درنا للفوتو شوت وكل شي هو اللي دبالك يكون في اللي زافيش الكبر وهذا يعني هذا كان فتخر به لأنه تصوير اللي أنا ماكياج يعني درت للماكياج وعجبها هي اللي كتستعمل في الإعلانات الجاورة